حسب الرواية الإسلامية ظهر الإسلام لمحاربة الشرك بالله ومحاربة الوثنية لكن هل هذا كلام صحيح أم أن هناك مبالغة في هذا الموضوع وأن الوثنية لم تكن منتشرة في المنطقة بدليل وجود أديان توحيدية منذ نحو ألف عام حول هذا الموضوع كونوا معي أصدقائي كما رأيتم أصدقائي قلت بأن الإسلام ظهر لمحاربة الوثنية ولمقاومة والتأكيد على وحدانية الله هذا الأمر لا يخفى على أحد لكن السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه هل كانت هناك مبالغة الوثنية فعلا؟ حتى يظهر الإسلام لكي يقول أن هناك وثنية وأن هناك إشراك بالله يجب أن نتخلص منه في الحقيقة عندما نتي إلى التاريخ والمروية الإسلامية التي لا يوجد دليل عليها يعني هي المروية الأساسية التي وصلتنا ماذا تقول هذه المروية؟ تقول هذه المروية أن هناك ملحدون ليس ملحدون مشركون في مكة وأن هؤلاء المشركين هم يجب أن يؤمنوا بالله الواحد الأحد الصمت هذا الرواية التي وصلتنا لكن عندما نأتي ونراقب ما حدث نكتشف بأن هذا الدين ومؤسس هذا الدين وأقرب وأصدقاء أهل الخلص والمقربين الخلفاء الراشدين كما يسمون أو يطلق عليهم هؤلاء هم أول من حاربوه هم لم يحاربوا الوثنية بل حاربوا الديانات التوحيدية الموجودة في ذلك الزمان أي أنهم حاربوا المسيحية التي كانت مهيمنة في المنطقة في تلك الأزمان ومضى على وجودها نحو ثلاثة قرون بشكل رسمي عن طريق الامبراطوريات البيزنطية والرومانية فبالتالي ما الذي حاربه الإسلام يجب أن نعيد صياغة الأسئلة ويجب أن نعيد قراءة الأمور بشكلها الحقيقي هذا لا يعني أن هناك محاولة للطعن بالإسلام أو الطعن بالمسيحية أو الطعن بالأديان إنما محاولة فقط لفهم ما جرى فعلا هذه الدعاء بوجود وثنية ظهر الإسلام لمحاربتها يجب أن نتفحصها جيدا ربما تكون مجرد مبرر لوجود الدين الجديد الذي ظهر في تلك اللحظة من الزمن وأيضا يدعونا للتساعد لماذا ظهر دين جديد أصلا يعني ما الحاجة لوجود هذا الدين الجديد هناك أديان توحيدية موجودة ممكن أن يظهر دين ويقول أنا مذهب يقول هذا المسيحية غلط وكما هو موجود المذهب كثيرة ما دامت المسيحية هي يعني دين نازل من السماء ومن الرب نفسه فبالتالي لا يجوز أن تخترع دينا جديدا ما الداء لوجود هذا الدين الجديد أنت كل ما عليك أن تصحح الدين القديم لكن لا أن تؤسس دين جديد هذا موضوع مختلف تماما مهما حاولت تبرير الموضوع مهما تحدثت مهما قلت أن هذا الدين هو الدين الحقيقي الذي كان قديما موجودا هذا كلام لا يصح أنما أنت بنفسك تعترف بوجود دين سابق عليك وأن هذا الدين منزل من نفس الإله فبالتالي أنت أتيت لتصحيح هذا الدين فلماذا تؤسس دينا جديدا هذا الشيء يجب أن ندقق فيه معنا المعاني نستطيع أن نعيد سياغة الأمور أو نعيد ترتيب الأمور بطريقة صحيحة ولا أن نلجأ لوضع أو الاعتماد كل ما وصلنا من مرويات ومؤتقدات ومن عقائد دينية ومذهبية متوارثة علينا أن ندقق في هذا الأمور فليس من المعقول أن يأتي شخص أو يأتي فقيه أو تأتي حركة إسلامية وتقول بأن الدين هذا ظهر لأن هناك أوثان وتم تدميرها لا بس تم تدميرها ثم ماذا؟ ثم أين هي اللجاء؟ الوثنية كانت موجودة فقط في مناطق محصورة ومناطق متخلفة وليس لها أي تأثير على مجريات الحجاث ولا على بلدان المنطقة فعندما نأتي إلى مكة نجد أنها مدينة مهجورة أو عدد سكانها قليل وليست بذلك التأثير مجرد محطة تجارية لا أكثر من هذا وما زالت هي لحد هذه اللحظة ما زالت هي غير مؤثرة لا ثقافيا ولا حضاريا ولا تاريخيا ولا سياسيا ما احترام للناس اللي عايشين فيها الآن أيضا لماذا؟ لأنه موقعها لا يسمح لها بذلك ليست محورا للصراعات الثقافية والاختلاف والتمازج الحضاري والثقافية فكيف لنا أن نعتقد أن في هذه المنطقة هناك شيء مؤثر يبدو في رأي الشخصي أن اختيار هذا المكان لكي يكون مصدر الأساسي لظهور الدعوة الإسلامية هو لم يكن وليد الصفة إنما كان اختيار لأنه يمتلك هذه الصفة وأنه ليس مكانا مؤثرا وليس مكانا يستطيع الجميع أن يقول أننا نعرف هذا المكان ولدينا مأرفة سابقة عليه فالكل يحجم عن القول ويقولون أنت عندما تدمر مصادرك وعندما تقول بأنني ظهرت من هذه البقعة وهذه البقعة هي التي اختارها الله لكي يظهر فبالتالي هناك شيء ها لماذا هذا المكان بالضبط نحن لا نفكر بطريقة عقلانية دعونا من الأفكار الطوباوية والغيبية الموضوع هو هكذا أنت لماذا اخترت هذا المكان لماذا تم الاتفاق من قبل جميع أطراف المروية الإسلامية على أن يكون هذا المكان هو الذي يمثل لحظة الأولى لظهور الدين الإسلامي لماذا ظهر الدين أصلا كما قلت يبدو أن المسألة الأساسية تكمن في هذه القضية وهي أن هناك شيء يجب أن مصدر أو مكان يجب التكتم عليه ويجب تبرير وجود دين جديد بحجة وجود وثنين في هذه المنطقة تحديدا لعدم وجود أي حجة أخرى في مكان آخر لا يمكن أن تقول أنني أريد أن أنشئ أو أظهر بدين جديد في مدينة مثل إيليا في ذلك الوقت أو أورشلي من قدس ولا تستطيع أن تقول أنني في طيسفون في العراق في المداءة الحاليا بتسميتها ولا تستطيع أن تقول أنني سأنشئ دينا جديدا في الإسكندرية في مصر في ذلك الوقت لماذا؟ لأنه دينا توحيديا خاصة لأنه المسيحية موجودة المعنوية موجودة وديانات كلها حصيلة كلها متأثرة بالتاريخ المنطقة الميثيولوجي والأسطوري والديني على مدى ألفين عام سابقة عليه وأيضا كلهم متأثرون بالنص التوراة الذي لا يكاد أحد لا يعرفه في المنطقة ولا يكاد أحد يبتعد عن تأثيراته وقصصه المأساوية والغريبة والعجيبة والأسطورية والتي تسخر بالمخيلة وبالعاطفة وبالغضب وبالعنف وبالدم هذه كلها أثرة في المنطقة كتاب يعني ما زال مؤثر على البشرية بأكمله فكلهم هؤلاء نتاج هذا الكتاب هو الكتاب نفسه نتاج أو يعني يعني جنين أو وليد رحم المنطقة الأسطوري والثقافي والتاريخي السابق عليه والذي هو بعمق البابلي والأكدي والسومري والآموري والكنعاني وحتى العلامي في زمنهم والحوري فهذه كلها والحيثي فهؤلاء كلهم والميدي فهؤلاء كلهم هما الحاضنة أو طبعا المصري القديم من يسمونهم الفراعنة فهؤلاء التوراة ظهرت بهذا المعنى وكلها انتشرت المنطقة على مدى ألف عام ظهر بعد ذلك الدين الإسلامي الدين الإسلامي كيف يظهر؟ هل يظهر في مناطق مسيحية يهودية؟ لا يمكن فأنا أعتقد برأي الشخصي بغض النظر عن القول بأن مكة هي مدينة يعني مشكوك في تاريخيتها مشكوك في وجودها يتحدثون عن خرائط بطليمون الرحالة اليونان والرومان ولا يجدون لها أثار وبعضهم يقول لك مكروبة وما إلى ذلك لكن القضية النهاية هي ليست هنا القضية الأساسية ليست جغرافية المكان إنما لماذا ظهر هذا الدين في هذا المكان الذي يدعي أنه لكي يحارب الوثنية هل كانت الوثنية مسألة خطيرة في ذلك الزمان؟ لا لم تكن مسألة خطيرة المثنية كانت مسألة تم حسمها قبل أربع قرون فأنت عندما يأتي دين جديد ويقول أنا ظهرت في المحاربة الوثنية فيجب أن نفكر بطريقة أخرى أو أنا في النهاية هذا الكلام سأتحدث عن شيء أعتقد أقرب إلى الحقيقة وهي أن هذا الدين ظهر لكي ينتصر للوثنية ولا أعني الوثنية بمعنى هذا السيء لأنه الكلمة الكلمة يعني وقحة سيئة في ذهننا لكن لا هي ليست هكذا أنا أعتقد الدين الوثني العربي الأصيل هو الذي تمت المحافظة عليه وأن الأديان التوحيدية التي سميت توحيدية والتي دعت إلى إله واحد هي تمثل آلهة ليست من آلهة المنطقة تمثل الإله الروماني تمثل إله يعني كما يعرف الديانة المسيحية كانت لها تأثيرات التأثير الكبير عليها من قبل وهي تبنتها أيضا الديانات الإمبراطورية الرومانية وبعتها البيزنطية أيضا ورأيي بأنه الوثنية هي التي كانت في الوقت الذي ظهر الدين الإسلامي أو اللحظات الأولى للبعثة النبوية الكريمة ظهرت هذه البعثة بهدف مقاومة الوثنية لكنها فيما بعد وجدت أن هذه الوثنية هي الطاقة الكاملة العظيمة التي يجب أن تحتفظ بها فعندما تمكنت فعلا من أن يعني عندما تمكن الرسول الكريم من الانتصار السياسي السلطوي في المدينة يثرب بعد ذلك وجد أن من صالحه أن يستعيد الإرث الوثني ويستعيد الدور الحجر الأسود والكعبة وهي أماكن يعني لا أحد يستطيع أن يتنصل من شكلها الوثني أو شكلها الخاص بالأوثان وما إلى ذلك بأعتراف حتى أعتراف عمر بن الخطاب أيضا قال أنه لا أقبلك للحجر الأسود إلا ليس حبا بك ولا أعترافا بك لكني رأيت رسول الله يفعل ذلك ففعلت ما فعل وبالحقيقة هم اثنينهم فلو كانوا هو قال نفسه قال أنا ورسول كنا نقبل بأيام مكة رياعا وكان حتى المكيين يتقبلون خطابنا أو دعوتنا الدينية الجديدة فعمر خطاب أدما يدعي بأنه رسول قال فعل هذا بالحقيقة هم كلهما فعل هذا وليس البسألة أي المسألة وهذا الشيء منطقي يعني من حقهم أن في ذلك الزمان أن يفعلوا ما فعلوا لأنهما أتهم دعوة ومن حقهم أن يفعلون ما يناصر هذه الدعوة ويدعم أي فرصة لاستمرارها وعدم القضاء عليها والآن حتى أثبت هذا الكلام أو أعطي لقاط أساسية لما حدث أقول أنه كل من يقرأ أو يستعيد قراءة السير والكتب التاريخ التي وصلتنا من قبل رواة العرب والمسلمين الذين يعملون تحت سلطة رجال الحكم القراشيين هؤلاء تشعر بأن الوثنية كانت العدو الأكبر للإسلام بين شعوب المنطقة آنذاك هكذا يقولون أن الإسلام ظهر لمحاربة الوثنية لكنه بالحقيقة محاربة الوثنية في مك حتى ليتأكد من الموضوع حل كانت الوثنية منتشرة فعلا حتى لا يعني حتى لا يقول أنه تتحدث بطريقة اعتباطية أقول لا كانت على العكس لم تكن هناك لم يكن هناك انتشاراً والوثنية بل انحساراً هائلاً لها ولم تكن وموجودة فقط كما قلت في المناطق قطعاً نائياً عن مراكز الحضارة والمدن مصر الأقباط مثلاً أراق المنادرة اليمن بالعكس المشكلة اليمن مرة يهود يتحولون للتوحيد اليهود ومرة يتحولون للتوحيد المسيحي وقصتهم قصة ما أتهم أي ملمح بملامح الوثنية فأين الوثنية في اليمن؟ هذا موضوع لابد أن ندقيق به أيضاً عندما نأتي إلى شمال الحجاز الغساسنة غساسنة مسيح قبائل عربية عدد كبير من قبائل عربية بأكملها مسيح صرف بكر وتغلب أيضاً المسيحيين في الأراق كانوا إما الأراقيين 90% من الأراقيين كانوا مسيحيين إما نساطر أو يعقوبيين وهؤلاء متحالفين مع الفرس وأولئك متحالفون مع البيزنطيين أيضاً المانوين هم المانوية ما هي قرن الثالث صارت قبل ماني ماني هو خلطة جرادشتية على مسيحية يعني على الأساطير العراقية فهي خلطة خلطة توحيدية ممتازة أيضاً في إيران فارس كانت زرادشتينيين ومجوس وأيضاً معنوين انتشروا في ذلك المنطقة أين الوثنيين؟ أين الوثنيين؟ أين؟ يلا خلينا أشوف أين الوثنيين؟ فهذه الوثنية ما موجودة يبدو إلا بين بضع قضاء العربية بدائية ومنسية وسط الصحراء وهذا السبب يبدو الذي تم اختيار مكان ما في وسط تلك الصحراء لكي يقال بأن هذا الدين ظهر من ذلك المكان لماذا كما أرى بلأي كي يجري الترسل من أي صلة بالأديان الأخرى؟ هذه هي الفكرة الأساسية الفكرة ليس محاربة الوثنية إنما الادعاء بوجود دين جديد ظهر في مكان وهذا المكان هو المكان الحقيقي كل ما حدث في أماكن أخرى هو المكان غير الحقيقي هذا المكان تم اختياره بدقة شديدة جداً لأنه كان المكان المثالي الذي يسمح بظهور دين جديد أي مكان آخر لو سألنا لو حققنا لو تحركوا وباحثين على هذا الموضوع لا يمكن أن يظهر فيه دين جديد ولا يمكن أن يجري تبرير ظهور دين جديد فهذا المكان تم اختياره لهذا السبب وربما حتى الرسول الكريم وجده في مكة حتى لو تاريخياً تحققت هذه الفرضية أو هذا البروية التي وصلتنا فأيضاً وجود الرسول في ذلك المكان كان هو الهدف الأساسي هذا أنه يقول لك أنا لا أستطيع أن أمارس داعي يعني أنت لا يمكن أن تبيع الماء بحارة السقائين مثلاً يعني فبالتالي تروع إلى مكان لا أحد يفهم بالموضوع أو حتى موضوع ثانوي ليس مهم فأين هذا الموضوع الثانوي بالنسبة للمرويات التوراتية والإسطورية المسيحية وهذه المدارس المسيحية والمذاهب والنساطرة والعاقبة ومجمع قلقدونيا ومجمع النيق يعني قصص معقدة جداً أنت أين أين لا يمكن لو كان عبقري العباقرة لو كان نبي الأنبياء لو كان هو عتل لا يمكن أن يدخل إلى مدينة مثل دمشق ومثل إيليا ومثل الإسكندرية لكي يحجز له مكان في أفضل أحوال يصنع له مذهبة وانتهى يعني هو أكو عشرات منها بل آلاف من هؤلاء لكن هناك في ذلك المكان جرى اختياره سواء يعني سواء بالزمن الحقيقي التاريخي أنه فعلاً هو الرسول اختار هذا المكان ليظهر دعوته أو من أتى بعده من الرواة تحججوا بوجود دعوة من هذا النوع ظهرت في مكان ليس له تأثير على أي مكان يعني مكان حتى خارج المكان وجرى حجز مكان له بين الجميع عنوة وما زال هذا المكان يفرض نفسه على الجميع عنوة ويقول أن كل الأماكن الأخرى هي أماكن لا قيمة لها وهذا ما حصل لحد هذه اللحظة جرى إلغاء كل الأماكن الأخرى لحد هذه اللحظة ننكر وجود تاريخ ننكر وجود أدان أخرى ننكر وجود أي شيء له علاقة بالتوحيد عداء التوحيد الديني الذي ظهر عين في منطقة وثنية وأيضا استعمل أساطير وثنية من يعني كما نعرفي الحج معظم أشعائر هي أشعائر وثنية وهذه معروفة لا يجري تبريرها أنا ما لإعلاقة بالتبرير أنا أقول لك هي هي هكذا يعني ولا أقول إنها وثنية إساءة للدين لا هي وثنية فعلا يعني يعني وثنية بمعنى المنهجي الاصطلاحي إما تأويلات الدينية هذا ليس موضوع أنا ما أتحدث تأويلات دينية ممكن يعني ممكن مؤمن يصدق بهذا ولكن أنا نتحدث بطريقة واضحة نفرس فيها بين الأشياء بشكل أدق مما يتحدث به رجال الدين والمؤمنين ومع احترام للجميع لكن الآن في معرض التحليل لما حصل فعلا بدون بحيادية وبدون تحامل ولا يعني نفاق عموما أخلص للقول أن كل ما جرى في ذلك الزمن هو أشبه بشخص طموح الذي امتلك ثقافة جيدة ظهر بين أولئك الناس في مدينة اسمها مكة أو بكة ولم يجري ذكرها في القرآن بطريقة دقيقة أيضا قرآن قصة أخرى يعني يتحدث عن شيء ويتحدث لا يتحدث عن مدينة وطنية ولا عن سكر وطني يتحدث عن ثلاثة أربعة يتحدث عن ناس يعيشين في فلسطين في القدس في قضايا قضايا لها علاقة بمجتمعات موحدة صارها ألف سنة وداحلة في معارك لا أول لها ولا آخر وتطحن بعضها بعضا على مدى ألف عام ويتحدث عن هذه الأمور ولا يتحدث عن هذه المدينة هذه مفارقة أخرى توضح سر يعني يعني تضفي أيضا دليل على الشكوك اللي اتحدث عنها في بداية هذا الفيديو اللي يقوله بأنه يبدو أنه هذا الشخص الذي أتى الرسول الكريم خنفته حسب المرويات الدينية الإسلامية هذا الشخص كان طموح ومتاقب أتى من منطقة ديك المحتدمة بالحوارات الدينية بالخلافات بالمعارك الفكرية وأتى من تلك المنطقة وحاول أن يجد له مكانا في مدينته أو مكان الذي ولد فيه ولم يفلح في هذا لكنه إلا بعد وقت وقال بأن هؤلاء أوثان وقال لهم أن العالم بأكمل تغير وأنتم الوحيدون في هذا العالم الذين ما زلتم تصرون على أن تعبدون أصنام والأوثان والعالم ترك هذا الموضوع هنا بدأت حسب المروية يبدو هي هكذا اختلقت القصة والحبكة تركبت واتضح بأنه قالوا لا وهذا الوثنية أنه هذا مصدر رزقنا والقبائل تأتينا لهذا المكان لكي تزور الكعبة وتصير عمل الأشهر الحروم وإحنا عملنا ورزقنا يقوم على العلاقات الوثنية يعني إحنا ما لدينا علاقة الوثنية إحنا مؤمنين أو غير مؤمنين إنما هناك أصنام لكل قبيلة تأتي إلى هذا المكان تعتبره مقدس وإحنا نسترزق من هذا الموضوع ومزعين الحصص بيناتنا وأنت تأتي الآن تتخرب لنا الشغل في القصة الحبكة تم اختراعها بهذه الطريقة والآن أصبحت جزء رئيس من ذهننا ومقوماتنا المعرفية والذهنية ولا نستطيع أن نتخلص من هذه القصة أو الرواية التي جرى تأسيس الذهن العربي والديني الإسلامي على مدى 1400 عام ولا نستطيع أن تخلي عن هذا الموضوع على إطلاق يعني أنا أشعر بالبعض يقتاض من هذا الكلام لأنه أشكك بالأسس التي جرى تأسيسنا عليها معرفيا وروحيا وذهنيا وفكريا وعقليا ومنهجيا ورؤيويا ونظرا وعملا وكل شيء فيحتج على هذا ومن حق أنا ما ألومه طبعا من يحتج لا ألومه لكن أنا يعني أرجو أن ننظر بشكل آمق لأن المشاكل التي نمر بها لم يعود من الممكن التغافر عنها وجربنا كل شيء جربنا الهرب من كل حقائق لكن وصلت الأمور إلى حاجة على أن نكون واقعين ونناقش ونضغط على أنفسنا صحيح مسألة مؤلمة لكن لابد من أن نعالج أنفسنا لابد من جراحة شديدة من يعني من من عانى وما زال من ملايين أو على ما لا يحصى من الأمراض المزمنة فعلينا بالأخير أن نقتنع بهذه الحقيقة الدامغة التي العالم بيأكمل يعرفها وأحنا نعرفها جميعا لكن أنا نخش مواجهة الحقيقة وهذه مشكلتنا الكبيرة الرسول الكريم أنا برأي في وقت ما بغض ننظر عن الرواية التاريخية أو الحقيقة التاريخية بغض ننظر عن أي شيء هو شخص أتى ظهر في مكان قدي ثقافة عالية وقال يعني أشبه بشخص كان يعني شخص خرج كلية مثلا في بيروت في الثلاثينات من هذا الزمن أو بالأربعينات ورجع إلى مدينة مكة أو إلى المنطقة التي سميت السعودية يعني منطقة ما زالت بعيدة عن الحضارة بعيدة عن المعالم هذه الحضارة بشكل كامل ما زالوا الناس بسطاء جدا أتى رأى هؤلاء الناش ولديه ثقافة عالية وقال لماذا مجتمعي متخلف إلى هذا الحد قال لهم أصحوا من نومكم العالم كله تغير والوثنية انتهت وأنتم ما زلتم بعدكم تفكروا بهذا الموضوع يعني هاي كل قصة الإسلامية اللي الآن اللي اتحولت وكبرت وضخمت لأغراض مختلفة أغراض نفسية أغراض تاريخية سلطوية لها علاقة بالمصالح العلاقة بال يعني تجريف العقول وتدمير العقول وا استغلال البشر واستعبادهم وسرقتهم أيضا وأيضا امتحان كرامتهم فهذا كله هو بالنتيجة هذا هو ما يسمى الإسلام الذي يعني عندنا تحدث عن المروية الإسلامية التي جرى التأسيس عليها بهذا الطريقة بحجة وجود وثنية نجم مقاومتها في الحقيقة الأول كانت محدودة جدا في مكان بسيط جدا ليس وحتى لو وجدت في هذا المكان فليست لها لم يكن لها أي تأثير على المنطقة بشكل عام كل من الخلاصة أنها هي القضية بأكمله كانت عبارة عن صراء بين بين جماعة قراشية ظهرت هالجماعة يعني شن حاولت أن تجد لها مكان وسط محيط مسيحي منهج جدا من صراعات الداخلية التي لم تنتهي لذلك الوقت وحتى هذه اللحظة استغلوا هذه الحروب المستمرة بين الجميع واستولوا على مراكز النفول واحتلوا هذا البلدان بأكملها بسبب ضعف الآخرين وليس بسبب قوة هذا الدين الجديد بدليل الآن يعني ما ترون أنه بأي لحظة ممكن يجري احتلال بلداننا بشكل أسهل من السهل آسف على طالة شكرا مع السلام